تندانس فلوس تندانس فلوس الجين حاجة اندسپنسابل في لابساتنا ومثا مش مرافينة معده سروي الجين في الجادروب متاحا هيك علاش اليوم بيش نحكيو على موثة الجين متاع سنة السنة نرقاو الباقي الجين لارج ويصام زيدا سكيت يبدأ الجين لارج برشا ولو متاعو يبدأ بلو أجستي ونرقاو زيدة الجين جمب إفازي يبدأ جوست لارج شوية كما البادي الفون أما لارج أكثر ونرقاو زيدة معنا سنة لجينة مع دي تاي كما يفهم الفونة sur les côtés وإلا فرمتور اسمترية سنتري تندانس سنة نرقاو زيدة لجينة كولورية موضة زيدة كو سواء في كولور يبدأ في كولور مارن نرقاو زيدة سنة لجين patchwork اللي هو يبدأ ملانج دي كولور وإلا زيدة ملانج دي ملانج دي ماتير لجين زيدة أزيدة يبدأ موضة زيدة سنة وإلا الجين يبدأ يفلوشي لتوتال لوك الجين زيدة تريد تندانس سنة حاجة ستيلي وموضة ودنك هيد هم لي موديل متاع الجين سنة وبينسو كل واحدة تلبس الموديل اللي يعجبها وحسب المورفولوجي متاحة وهيدي كانت تندانس بلس اليوم نمشي وبعضنا الاستوس مود استوس مود استوس مود كيفيش نقرأو الاتيكات دولافاش اللي نقوم في الدباش جنرالما في الدباشنا كل دي ما نرقاوه اكل الاتيكات الصغيرة كل سواء في المريه والسري والشميز وزيدة في الايغاب يقول قيل علش موجود الاتيكات ديك باش نحافظو على الدباشنا سولون الماتير متاعوه دونك ثم نوع من القميش اللي ما ينجمش مثلا نخسله في تمبيراتور معاينة وإلا ثم حاجات من الجموش نحدوهم كنحدوه دونك باش نحافظو على الدباشنا ودي ما يقعد جديد باش نعرفو ما بعضنا الاتيكات متاع الاتيكات ديك وكيفيش نقرأوها البلو باغ في الاتيكات نرقاوه تصاور اربعة تصاور باركزامل نرقاوه البانو هاكيه ومثلث نرقاوه زيدة تصوير متاع حديدة ساكتنة من القصر دونك سامابول دي متاع اللاهاج نرقاوه في الدجير عيزها متاع اليد دونك اذا القينا تصور تد راهو اللاهاش منخسله句 اذا القينا البانو فيه مثلا القطع ديكة تتخسل في الماكينة اما المهم ليفوتش 30 decret ولا 40 decret بيش ما تتهلكش القطعة متاعنا واذا لقينا البانو باغي مشطب معناها روي الارتيكلا ديكا ان تغديب شي تخزل اذا نخصلوه روي تلك نمشي وتاولي التصويره الثاني اللي هي السيخل السيخل هو سامبول متاع السيشاج طريقة التشيح اذا السيخل باغي معناها ان تغديب الشيح الارتيكلا ديكا في الماكينة نخصلوه وبعد سناقصو مغير عاصران. السيخل فيها نقطة على الارتيكلا ديكا. في الماكينة في البرغرام تعرفها ديكا الارتيكلا ديكا بيش يكون السيشاج حسب البرغرام هذكا. واذا لقينا دو باغي في السيخل زوز نقاط في السيخل ديكا ديكا السيشاج نرمال معادي معناها السيشاج يصير في المسيشه. وتاوقو بيش نحكيوه على التريانجل التريانجل اللي هو سامبول متاع التبييض. لبلانشيما. متاع الدباش. وعندما يكون على المثال التالي يجب على الرغم الرغم الرائع إذا كنا لا يحصل على المثال التالي كما نحصل على الرغم الرائع هناك أفتاح الرئيس في الاشتراك وحيد التصوير لك لا يتحدث إذا اتحدث يجب على وكل أكثر راو ماكس تنجم تحط الحديدا متعك في صان 10 دقري سينان دو پوان معنا تا 150 دقري دك تعد الحديدا متعك على ماكس 150 دقري وإذا القينا تروا پوان راك نجم تواصل الحديدا حاتل 200 دقري ماكسيما دك و هك عرفنا لتلتيكت اللي نرقوا في دباشنا بيانسور باش نحافظ على دباشنا ومن ميته لك شو يقعد معانا اكثر وقت و هدي كنت استوسمات لليوم كيفاش نحافظ على ساحة بشرتنا واشعرنا بحاجة طبيعية و باقل التكاديف لتسويت في استوس بيو اليوم في استوس بيو باش نعطيكم دي ماسك باش نغذي ونحافظ على نظرة بشرتنا سلون نوعية البشرة نتعنا دي ماسك للبشرة السنسبة الحساسة للبوسيش الجيفة والبغراس اللي هي البشرة الدهنية نبدو بالماسك اللي هو للبشرة الحساسة المكونات مغرفة صغيرة من التيل الخضر يبدأ طايب ناخدو التيل طايب مغرفة عسل مغرفة صغيرة زيت لوز حلو نخلطو المكونات بالبيه اللي نتحصلو على خالية مجينس وبعد نحطو الماسك 15 مينوت على وجهنا بانسوق بعد ما نخسلوه بالبيه انفيت العسل به برشة للبشرة الحساسة في كل عسل مضاد الأكسادة للإتهابات وهو مهدق طبيعي وتوا نمشيو للبوسيش دونك اللي بشرتها الجيفة لزمها برشة ترتيب المكونات الماسك هيدا للبشرة الجيفة ناخذو ربوع كعبة أفوكا مغرفة عسل مغرفة زيت لوز حلو نخلطو مكوناتنا بالبيه ونحطو الماسك انتر 15 اي 20 مينوت وللبشرة الدهنية البوغراز في وصفتنا هيده المكونات الأساسي هو البانان فيكو البانان غني بالبوتاسيوم للييف ومضادة الأكسادة وفيه زيتا الفيتامين بي سيس والفيتامين سي دونك به برشة للبوغراز المكونات شنو ما بانانا نرفسوها معها مغرفة صغيرة جودورانج مغرفة صغيرة زيت زيتونة اللي هو غني بالفيتامين او اللي نخلطو المكوناتنا بالبيه ونحطو الماسك للمدة 15 مينوته وثم اتوا بشرة تم مشكلة اتوا بروبليم بما انو شتيه تم برشة ناس بشرتها تشيح وتبدأ فيها هاكل قشور دونك الحل المشكلة هيده هو الصبار اللي هو تغيغيش بالفيتامين او سي وبيه برشة التقشير البشرة هو مراتب طبيعي للبشرة المكونات مغرفة صغيرة سبار مغرفة حليب بودغة نخلطو مكوناتنا ونحطو الماسك 15 مينوته الماسك هيده به برشة اللي عندهم مشكل متاع قشرة في وجههم او بلوس به برشة الترتيب يخلي بشرتنا بيان ادغاتي دونك اليوم عرفنا وصفات بيو سولون نوع بشرتنا ونجمو نجربو الوصفات هيده باش نحافظو على بشرة نظيرة والاشراق متاعنا وسيخطو على بشرة صحية وهيدي كانت اسوس بيو لنيوم اشتركوا في القناة